موسيقى موسيقى إذا السكنة في حي البساتين ما بقاتش تلقى في أن تدفن الموتى المسلمين المقبرة وهي تسدت في 86 من 86 وهذا المقبرة مسدودة والناس تدفن في الوزين وقد تدفن في البرج وقد تدفن في القصبة موسيقى موسيقى السلام عليكم متابعين متابعين صوت العدل أهلا وسهلا بكم من مدينة مكناس أحيكم وبالضبط من حي البساتين أو بما يعرف بعين سلوكي إذا السكنة في حي البساتين ما بقاتش تلقى في أن تدفن الموتى المسلمين المقبرة عمرات هذه المدة سنوات هم يطالبوا بمقبرة ولكن لا حياتة لمن تنادي ومعنا ومعكم الأخ الفاعل الجمعوي سامير سامير أهلا وسهلا بك معنا على صوت العدلة مرة أخرى السلام عليكم الأخ ربيع أولا وقبل كل شيء الله مرحم جميع موتى المسلمين والمسلمات منهم الأحياء ومنهم الأموات الله مرحمهم وكنت قدموا لك الأخرى بصوت العدالة على هذا النضال وغيره على هذا الوطن ودائما تنوجدوك أنك دائما تتحضر على حي البساتين فالموضوع دينا اليوم على هذا المقبرة اللي متواجدة بحي البساتين اللي تسدت اللي كانت البداية ديالها في 1975 أو أكثر وتسدت في 1986 واحد المساحة أنت كتشو مساحة صغيرة يعني يشوف وكان دك كان الحي يعني يرا كله عفوارم وأراضي خاوية وكان عليهم صراحة أن يعرفين بأن المساحة كبيرة ديال حي البساتين كان عليهم يديروا واحد المساحة يخصوها كبيرة لشاسعة بشتهز هذا ولكن هم دروا واحد مقبرة صغيرة على أساس واحد نسمة صغيرة ديال ديال السكوة فبدأت في 75 أو 74 سنة أقل وهي تسدت في 86 من 86 وهذا المقبرة مسدودة والناس كتدفن في الوزين وكتدفن في البرج وكتدفن في القصباء وكتدفن في الوزين حالياً لأن هذه الوزين تسدت وكتدفن في الوزين ولكن لو يحبطون القصباء وقد تسدت فقط وفي الوقت سنة أقل في الوزين وكتدفن في الوزين فقدروا على المقبرة وقدروا على عدة أخوة وقدروا على سكان محتجوا مخلوا مدروا مخلنا ولا من يجيب ما كينش اللي كيتجاوب معك فهذا الموضوع إلا كيتجاوب معك فالأوراق سواء كلام فارغ ديال التهيئة ديال المقبرة التهيئة أو هي ما كيناش ربما احتفت تهيئة ما كيناش مقبرة على حسب معلومات لكاتروجو اللي تشتاشرت مع الناس أن قالوا لي حتى هذا المقبرة في التهيئة ما كيناش ديال الحي البساتي فالهذا كان طلبه من الناس المسؤولين تدخل العاجل فهذا الموضوع كان طلبه من السيد عامل عملت مكناس لوزارة الداخلية اللي هي العمود الفقاري واللي ديمتا عودها ديال هاد الدولة راهي اللي خصة تباشر هاد الناس اللي كيمثلونا لإنما يمكن لناش نعيشو احنا مع هاد الناس اللي كتمثلنا هاد الناس مهمهاش هاد الموضوع باتاتا هالأراضي ما زال كينا هاي كنشوفوها انها كلها كتبشي غيف المباني غيف البنايات ما كاينش مع هاد الناس معرفنا بصراحة انا راتا هادر كوريكت ما عرفناش اش من ديانة لمن تابعين تصور ان دولة مسلمة ما عندكش فين دفع فين دفن خوك المسلم ومسلم لمدة دابة هادي واحد استاش او عشرين سنة باش الناس كتطالب مقبرة وما بغاوش يعطيوها له وكنشوفو كلشي على عينينا وكنعلمو بالحقيقة ان الاراضي فارغة وكتبناها كتبشي في الجزئات لانه باش نكونوا واضحين مع المواطن ومع الناس المسؤولين ديال الوزارة الداخلية ان هاد الناس الجماعة ما كيبشيوش المشاريع اللي ما فيهاش الصرف اللي ما فيهاش المدخول هاد الناس كيبشيو الحويج اللي عندهم فيها مصلحة شخصية اللي كياكلوا فيها الفلوس مثلا العقار عنده فيه الصرف كيدخل فيه الفلوس كيعود عليه بالنفاع مقبرة ما عندوش فيها الربح فكيفاش مئة الف نسمة ما عندهاش مقبرة عشرين عام وهي قد طالب مقبرة تصور من ستة وثمانيين انت كتشوف على عينيك شوف المساحة كداش واللي كو كانوا هاد الناس يعني كيفكروا مستقبلا وكيشوفوا ان حي البساتين في السبعينات احنا اراد زيادة وخلوق هنائيا بس انا رولت السبعين باللي كانت الاراضي هنائيا غفورم والهميساحة شاسعة كبيرة وعارفين بانهم كو كانت عندهم واحد دراسة مستقبلية سيقول بان هاد الحي سيكون عنده بزاف ديال ستاكينة اذا رخسنا واحد على الاقل واحد ثلاثة او اربعات لهيكتار خصص تخصص كنبشيوا على حساب المساحة ديال شحال تكون دلناس ما ديالسكوان نعم اذا سي سامير اخر رسالة اخر رسالة اخر رسالة انا تنوصل رسالتي الوزارة الداخلية لا غير باش نكونوا واضحين لان الجماعة دمكناس لا يهمها الامر ارى الايهم ارى عينا وعينا من هضر وعينا من تشكة وعينا وعيات ساكينة ما تحتجوا عيات فليهذا دابا حاليا خص تدخل للسيد عامل عاملة مكلاس هذا اول لكي يا شكرا نخوز اذا متبقى قبرة البساتين او بما تسمى بعين سلوكي الناس ما بقاوش كي القاوفين يدفنوا الموتى المسلمين وهذا يبقى وصمت عار على الجماعة اكيد لكن الساكينة توجه رسالة للسيد عامل عاملة مكناس بالتدخل وايجاد حل لهذه المشكلة ومشكلة كبيرة صراحة لان امر عب وعار نحن في دولة اسلامية ما بقاوش تلقى وحتفين يدفنوا الموتى المسلمين اذا كما تشوفوا المقبرة المساحة ديالها صغيرة وكيف مقال اخ فعلا كانت واحد الوقت هنا الاراضي فارغة لماذا لم تستغل في زعمت كل مقبرة كبيرة علاش هو بحكم ولكن بعكس هذا كما كان شوفوا العامرة تطلعوا في الجانبات كلهم شوفوا اذا للأسف عقليات المال هي اللي خرجت علينا وكنت منهم الله عز وجل ان هاتش ما يبقاش اذا هنا ونكون وصنون نهاية هذه الحلقة وكان معكم ربيع دحاني اشتركوا في القناة